موسيقى يوصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غلزة أفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول 250 شاحنة منذ صباح اليوم إلى قطاع غلزة ترجمة نانسي قنقر يوصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الدولية لإغاثة سكان قطاع غلزة هذا وأقلعت الطائرة الثلاثون من الجسر الجوي الكويتي محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية وذلك لمساعدة سكان القطاع في مجابهة فصل الشتاء تأتي تلك المساعدات بالتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطينية للمزيد من المتابعة بشأن المساعدات الإغاثية التي تعبر من خلال معبر رفح لمساعدة أشقائنا في فلسطين وفانا مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس بهذه الرسالة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا نتابع ما يحدث في محافظة شمال سيناء وتحديدا المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة التحالف الوطني وعدد كبير من دول العالم وأيضا بقيادة جمهورية مصر العربية استطاعت أن تدخل مئات الشاحنات الإغاثية من مستلزمات طبية ومواد غذائية وأيضا العديد من المواد المعيشية التي يجب أن تستخدم في فصل شتاء إلى قطاع غزة خصوصا في فترة الهدنة وهو اليوم الخامس للهدنة بعد مجهودات دبلوماسية مصرية بالتعاون مع قطر ووليات المتحدة الأمريكية لتستمر هذه الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال نرصد الآن هذه الشاحنات التي دخلت بالمئات دخل اليوم أكثر من 250 شاحنة ولكن هذا لا يمنع استفاف مئات الشاحنات على مدار رفح العريش الشيخ زويد كل هذه الأماكن بها شاحنات المنظر يعني يتحدث عن نفسها أو الصورة تتحدث عن نفسها نتحدث عن هذه الشاحنات على مسافة النظر كيلومترات مليئة بهذه الشاحنات على يمين ويسار الطريق مسافة السكة الأهلينة في فلسطين هذه هي الشعارات المختلفة التي بالطبع يعني برعاية جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسيا الذي قال أن وقت احتياج الأشقاء فمسافة السكة وهذا ما يحدث بالفعل سائقوا هذه الشاحنات ربما دائما هم من أبطال هذه القصة أبطال القصة الذين يبيتون في الشارع لعشرات الأيام هذا بالطبع لهم رأي خاص وبالطبع سنعرف منهم الآن يعني في البداية عايز أعرف أنت بتقعد كم يوم في الشارع عايز أعرف منك أنت أو مرة تروح ولا روحت قبل كده لا دي ثالث مرة دي ثالث رحلة ليه ثالث رحلة تطلع الطريق ده طب أنت في كل مرة كنت بتقعد قد إيه ولا يعني مثلا بتعيش إزاي يقول لي كده الرحلة مثلا من 8 تيام لتسعة تيام لعشر تيام يعني أنت ممكن تقعد عشر تيام في الشارع دي بقى لي عشر تيام النهاردة كده في الشارع طب أنت تحب تقول إيه لأشقان الفلسطين هنعد تقوى هنرجع نحمله وجايين تاني شكرا لك جدا طيب خلينا برضو ناخد بقية أراء يعني الرجالة خلينا أسألك سؤال أنت بتخشوا الأراضي الفلسطينية هل أنت مش الآن مش خايف أنه ممكن يحصل لك حاجة هناك نعم مفيش كوف إن شاء الله مفيش كوف أحسن سوائين الأسطول المصري سوائين النقل التقيل أده أدود طيب خلينا أسألك سؤال تاني يا ترى لو طلب منك أنت تقعد أيام طويلة عشر تيام شهر زي زمالك ممكن تعمل ده إن شاء الله ليه بتعمل ده لله وعشان إخواتنا الفلسطينية شكرا لك جدا طبعا دي صورة من أبطال القصة اللي دايما بيحاولوا مش بس بالكلام لكن بالفعل هم ممكن يعودوا أيام طويلة حد حابب يقول رسالة أو كلمة للشعب المصري والشعب الفلسطيني كمان إن شاء الله إن شاء الله أنا عدت النقل دي ونرجع تاني أنا أدي رابع نقل أرجع أجينا الرابع وبنزل قبل منزل بظاهر على النقل تاني عشان أرجع أجينا ولو شهر قعدنا هنا ما في شيء مشكلة وأكتر من مرة شكرا لحضراتكم جدا دي يمكن يعني صورة أو جزء صغير من الصورة الحقيقية للمساعدات المختلفة والأبطال الحقيقيين الحقيقة اللي بيساعدوا في وصول المساعدات المختلفة لأشقان الفلسطين والأكيد الصورة موقفتش لحد هنا الصورة تكتمل هنا فهنا بوابة معبر رفح المصرية التي تدخل من خلالها الشاحنات التي رأيناها منذ قليل هذه الشاحنات بالمئات تأتي لتصطف وتدخل عبر هذه البوابة ثم تذهب لتنزل حمولتها إلى الناحية الأخرى وتفرغها وتعود مرة أخرى ها هي كما هي تخرج من أمامنا الآن بعد أن تفرغ الحمولة في الناحية الأخرى أيضا بالإضافة لذلك يعني هذه البوابة هي التي يعبر من خلالها سيارات الإسعاف المرابطة دائما أمام بوابة معبر رفح المصرية من أجل اللحظة المناسبة لنقل الأشقاء الفلسطينيين المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية ضمن المجهودات المصرية الكبيرة للتخفيف دائما عن الأشقاء الفلسطينيين أيضا بالإضافة لذلك نتحدث عن عودة للعالقين من الأشقاء الذين كانوا هنا في محافظة شمال سيناء وأيضا يعودون إلى أراضيهم مرة أخرى إلى قطاع غزة برغم هذا الاعتداء الغاشر من قوات الاحتلال إلا أن الفلسطينيين قرروا أن يعودوا إلى أراضيهم نتحدث أيضا عن استمرار للهدنة بمجهودات مصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن يستمر هذه الهدنة على أمل أن نصل إلى وقف إطلاق النار هذه صورة بسيطة من الكفاح الكبير للمصريين وأيضا ليعبروا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني كريم بيبرس من أمام بوابة معبر رفحة المصرية التلفزيون المصري